موسيقى هذه التنسيقية أخذت على نفسها وعلى عاتقها أن تناضل من أجملف واحد هو ملف التقاعد المتعلق بمستخدام المراكز الاستشفائية الجامعية إشكالية هذا النظام هو أنه نظام مزدوج مستخدم ابن سينا يخدعون للصندوق المغربي للتقاعد وباقي المستخدامين يخدعون للنظام الجماعي لمنحروات التقاعد لماذا هذا التمييز وهذا الكيل بمكيالين المفترض في المشرع أن يسوي بين المستخدامين في إطار نظام قانوني واحد من حيث الأجور من حيث الترقية وكذلك من حيث التقاعد في حين أن هذا النظام الذي وضعته الوظيفة العمومية مع وزارة الصحة مع وزارة المالية يعني خلقوا واحد الوضع إلى بنان قلوب تمييز العنصوري بين المستخدامين مستخدم ابن سينا وموظف وزارة الصحة يخدعون للصندوق المغربي للتقاعد في حين أن باقي المستخدامين في المراكز الأخرى بالدار البيضاء فاس مراكش وربما التي ستأتي بعد سيخدعون وجوبا للنظام الجماعي من حراوة التقاعد السؤال هل هناك فرق بين هذين النظامين واقفين ومحتجين وصفيت خلونة تقريبا هاد السنة كلها احتجاجات على هاد الملصوم لي خدل خدل لكور باراميديكال لسخة المماريدين لأنه دار تسوية ودار الفرق ما بين المماريدين نحن نعمل ونعمل مع بعضياتنا في نفس الاتبليسمان وفي نفس السرفيس كتلقى الناس عندهم صندوق تقاعد للسامير اللي كيخول اللي هم تقاعد مزيان تقريبا 100% ألو ركول دوتر خدامين في نفس السرفيس من ميمقراد غادي خرجوا بواحد صندوق اللي هو فقير فقير جدا اللي غادي يعيشهم أبري 60 عام بعد يوالي وكوهون غادي يعيشهم في الفقر وفي عدم المساواة والحمد لله أن الوقفات مرة إلى مرة كتتكلل بالنجاح والمماريدين كيبينوا على التورة ديرهم ضد هذا المرسوم هذا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه وفلاشين يوتيوب وبرتجوا هذا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش الدرجاء من موقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي